ان حكم اللقاء ما بيصفرش على كل كورة يقلل بقى من المشاهد اللي احنا بنشوفها دي دار بروكنية من ناحية اليمين اللي صالح نادي البنك الاهلي والكور الثابتة والكابتن طريق مصطفى حينفزها ازاي واحد من اصحاب اللمسات التاريخية مع منتخب مصر في الكور الثابتة مع العظيم الراحل رحمة الله عليه الكابتن محمود الجهري ادي الكورة العرضية يا ولد يا ولد وانا بتكلم عكور الثابتة عرضية من غانا والرأسية من توجو والهدف لصالح البنك الاهلي يا ولد يا ولد يا ولد يعقوب ويلعبها على زاوية القريبة يا ويسجل حضور مع نادي البنك الاهلي تلات اهدف مع الدرويش وهدف الرابع هذا الموسم يمضي مع نادي البنك الاهلي حلوة العرضية فين حسام حسن فين ميدو فين مغربي الكل يبعد عن ياوان نور اللي بيسجل الهدف الاول في هذا اللقاء من الكور الثابتة وحلوتها من الكور الثابتة واستغلالها ضغط كتير نادي البنك الاهلي ضيع كتير ضيع الاولى وضيع التانية لكن التالتة تبتة يا ياو التالتة تبتة يا ياو يركنها ركنة معلم من على القائم الاول هدف اول لصالح نادي البنك الاهلي واحد صف